إدانات دولية مستمرة وغاضبة ضد غلق الاحتلال الإسرائيلي لسبع منظمات من المجتمع المدني براملة والبيرة ومصادرة ممتلكاتها الإجراء وصف بالتصعيد الخطير ضد حقوق الإنسان من خلال حرمان الفلسطينيين من الدعم المادي والمعنوي في عز الحرب نقابة المحامين الأمريكية أدنت بشدة إغلاق المحتل لسبع منظمات حقوقية مطالبة في رسالة لوزير الخارجي الأمريكي والحكومة الأمريكية بالضغط على الكين لإلغاء قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات والسماح لها باستئناف عملها ونشاطها الخيرية المنظمة الخيرية سبع تنشط في إطار العمل المجتمعي والأهل الفلسطيني وفي فضحه وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية تأسست في مدينة القدس المحتلة أواخر العام 91 تسعمائة وألف من قبل مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان تختص المؤسسة بحقوق الإنسان ودعم ونصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أهداف المؤسسة مناهضة التعذيب والاعتقال التعصفية وضمان المحاكمة العادلة والنزيها ودعم وإسناد معتقلية الرأية والمساهمة في سن قوانين فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإنسان أنشئت العام 91 تسعمائة وألف وتعد فرعا من فروع الإئتلاف الدولية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال توفر الحركة الخدمات القانونية للأطفال الذين هم بحاجة ملحة لها وتتواصل مع الهيئة الوطنية والدولية لحماية هذه الشريحة رئيسة نقابة المحامين الأمريكيين سوزان عديلي أكدت أن غلق المؤسسات الحقوقية والأهلية السبع في فلسطين يعد انتهاكا في حق حياته وسلامة ملايين الفلسطينيين مطالبة حكومة الكيان بلغاء تصنيفها كمنظمات إرهاب ووقف المضايقة ضد أفرادها